لم يتبقى لهذه الطفلة سوى ما تلبسه وبعض ألعاب لها نجت من حرق المستوطنين لمنزلهم وهم نيام أربعة أطفال ووالدهم ووالدتهم استطعوا الهرب من ألسنة النيران التي أتت على كامل المنزل في قرية سنجل شمال شرق رمالة عند ساعات الفجر الأولى مبارح تسحرنا ونمنا وصحينا في الليل ستة الصباح لكان دار نار طلعنا برا المستوطنين حرقوا الدار ما ضال الشيشي بالبيت؟ ما ضال الشيشي بالبيت؟ إنه حرقت وتؤكد العائلة أن المستوطنين من قاموا بحرق منزلهم على خلاف رواية الجيش الإسرائيلي الذي نفى ذلك لكن صاحب المنزل يؤكد أن النفذة فتحها المستوطرون وأنه سمع صوتهم أتدوا عليه طبعاً إيجوا من على الدار مستوطنين إيجوا من على الدار فتحوا الشباك ورموا اللي رموا عملوا عملتهم وتسحل راحوا هذا اللي جر إيجوا عندك الجيش إيجوا الجيش عندي هان الجيش إيجى مشاني برر الموكفة ما اعترف فيه إيشي طبعاً أنا استهزأت للجيش اللي إيجى علي الضابط اللي إيجى عليها بكل الحريك اللي عندك هذه مش حريكة متعمدة كالتوسط اللي اسمعتها لناس اللي بتحكي بره عبري مين هاي؟ وتقوم منظمات استطانية الإرهابية في الضفة الغربية على تنفيذ سياسة انتقامية تعرف بسياسة تدفيع الثمن وذلك بمهاجمة أهداف فلسطينية والإضرار بالمساجد والممتلكات والمزرعات والأشجار حتى تطورت أساليبها الإرهابية باستخدام أساليب الحرق والتي كانت ضحيتها عائلة دوابشة في نابلس والطفل محمد أبو خدير الذي أحرق حياً على يد متطرفين إسرائيليين لو لا لطف الله لأحرقت عائلة فلسطينية بأكملها في هذا المنزل على يد المستوطنين اعتداءات انتقلت في السنوات الأخيرة من أدرار مادية إلى حصد أرواح الفلسطينيين ما يشجع هؤلاء المستوطنين هو أن سياسة الإفلات من العقاب انتهجتها الحكومة الإسرائيلية على مدار سنوات من قرية سنجل ضياح وشياء الغد رمالله